السلام عليكم البنات كده يرين اللي بس عليكم تمنى الاحوال دي لكم تكون طيبة وانتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هاد يلقيكم في احسن الاحوال اليوم الليبنات ان شاء الله شي والجديدة اا غبرت عليكم بزاف البنات صراحة توحشتكم بزاف بزاف ولكن البنات كانوا عندي شي ظروف لهذا ما كنش كان نحط لفيديو ان شاء الله غادي نبدا نحط معاكم فيديوهات اا اللي هما صراحة زوينين وغادي نبدأ معاكم ان شاء الله بهذا البستلة هذي كما كتشوفو بستلة ملكية همية ديلة تحملت له جاهي لجو معدكم هكا الضياف المهمة البنات انا هنا كانت عندي اختي والولدة ديالي اللي خليهم لي اياه وصيبنا هاد البستلة هذي صراحة تعاوننا لها عن اختي اه وكما كتشوفو كتجيزوين بزاف المنظر ديلها كيجي راقي وحتى المدق ديلها البنات كيجيزوين بزاف هنا قطعت معكم البنات واحد طريف ورها البنات هنا كانت باقي ما زال سخونة اه صراحة كجيزوينة اه داخل وشكلا وما داقن اه غادي نفوتو لبنات ان شاء الله المقادير والطريقة في نفس الوقت هنا البنات عندي اه جوج دجاجات او لا دجاجة مهم جوج دجاجات او لا دجاجة ونص اه لحسب المول اللي غادي تديرو فيه غزلتهم زيان كيما كتعرفو بالحماد والملحة وصفي هنا ياخليتهم تنشفو وغادي ندير لهم لاتريا اه درت المهم السيد انا درت هنا غزية العود ودرت جوج معالق ونص اه كبار موستين ديز كنجبير والملحة وغادي ندير الخرقوم تقريبون جوج معالق اه كيما كتكم موستين البزار دائما البنات ما كان كترش بزاف غادي ندير غشوية ديال البزار باش ما جيناش المرقة دينا اللون ديالها تحل هدي ندير واحد لعود ديال القرفة وغادي ندير جوج اه دويمات هادو ديال زعفرن شعرا اه هادو البنات كيعطيون لاتل لون الدجاج لما بغادي شالبنات ديرو هادو اه بامكان او بامكانكم انكم تستغنوا عليهم غادي نزيد هنا يا واحد شوية ديال زعفرن شعرا وغادي نزيد واحد شوية ديال سمن اه سمن ما تكتروش لبنات بزاف غير اس معالقة كيما شفتو وغادي ندير هنا يا اه زلافة صغيرة ديال القصبر ومعدنوس وندير واحد تقريبا واحد البصلة اه دائما لبنات المعدنوس كيكون كتر من من القصبر يعني ادي ندير وغي واحد لمعالقة ديال القصبر ولي بقى غادي نديروه معدنوس وغادي ندير البصلة وغادي نخلي اه كل شي تشحر على النار اللي تكون مهيلة باش هاديك العطريات تدخل مزيان اه في التجاج هنانا لبناتها وته انا التجاج اه اه كنا زرباني شوية وما خليتوش انه اه زي ما ما شرمالتوش وخليتو تشرم الا خاطره اه صافتها ها تطريقة هادي الابنات كتديروه هكدا وقت نقص البوطار هكتدخلوه شرموه لانا مزيان ومن بعد ما اه ما تشحرنا değildجاج مزيان وضخلتوا ليقامة غادي نزيد جوش كيلو ديال البصلة البيضة دائما كنستعمل البنات هاد البصلة هادي البيضة باش كتعطينا الماداق وحتى اللون كيكون زبين هاديك الحمرة البنات كتدرنا شوية المرقة كتكون زرقة سفي البنات انا غادي نزيد هنهي البصلة الفوق وما غاديش نديرو البنات نهائيا لما غادي ندير غادي هاد البصلة وغادي نقص البوطة وغادي نخلي كل شي تشحر على خطر خطره هنهي البنات عفونا البنات سمحوا لي قبيلة هذاك الربيع راه درت غيل مع دنوس بوحده والقصبر راني درت وحد شوية درتو هنا لفوق يعني ما قطعتوش هنهي البنات شوفو هنهي راه كتطلقنا المرقة بالزاف هاديك البصلة هنه بعد ما طب الجاج غادي نخليوهي برد عاد باش نحيدو دائما البنات الجاج كنخليوهي برد مزيان عادوك نحيدو باش ما كي زبان ما كيبقاش هكذا كيبقى يتفتس نصافي هنا غادي نحيدو هكذا فوحد طبسي وغادي نخلي المارق اه يتشحر على خطره حتى تولي هذيك البصلة اه تتعلق لنا واحد شوية ومن بعد غادي نزيدو عليها اه غا نشوفو البنات شنو غا نزيدو عليها هنهي عندي هنا اه تقريبا كيلو ديال لوس اه اللي سلقتو وغادي نخليهي نشوف مزيان وهذا دجاج البنات اللي حيتنا وهادي هي اللاصوصة البنات اللي كتبقى نا انتو ما شوفو را ما كتبقاش لبصلة بزاف هادي نزيدو عليها واحدة جمعة لق موسطين ماشي كبار وماشي صغار ديال القرفة وغادي نزيد اه كمية ديال السكر اه سكر سانيضا انتمو انتو ما البنات ديرو على حسب اه الحلاوة اللي كتبغيو انا مادرتاش حلوه بزاف يعني جات بين وبين يعني كتقدروا تاكلوا فيها ماشي بحال البصلة اللي كتجي حلوه بزاف اه ما كتقدرواش تاكل فيها بزاف اه حيت باقي غا نزيدو سكار البنات مع مع اللوز هنا البنات مبعد ما اه نشفتنا البصلة غادي نزيد هنا هي البنات استادي البيضات دربتهم مزيان وغادي نزيد شوية بشوية وانا كنحرك يعني ما كنزيدوهمش فمرة اه باش ما يجيناش البيض ديرنا بحل الخبزة يعني بغينا اه داك البيض اه يجينا بحل كينا غير البصلة وهي ما معلكة ادي نبقى كنحرك هكتابيدي مزيان حتى كنحصل على هاد الخالط هادا كيبقى لي هنا يا غيز زيت سافي هنا يا لبنات غادي نحبس وغادي ندير هاد البصلة هادي في واحد الكسكاس او لشبكة ونخلي هاد كتر مزيان مزيان حتى ما كيبقى لي في هاد شوية ديال ما بش ما تخصر ليش بستيلا هادا لبنات بالنسبة للوز هنا غيكي نبريك نخص يكون محمر مزيان باش كيعتنا ما داق بحل بخاليني كيعتنا ما داق زوين سافي اللبنات هانيا هادهو ما من بعد البصلة شفو كيفاش كترجع هانيا شفتو يعني مبقى فيها تقطرة لدي الزيت ولا ديال الماء خليتها كتر مزيان في واحد الشبكة او لكسكاس سافي غادي نحتفظ بها حتى غي نبري نخدمو بها هنا عندي الزبدة اللي طيبتها تولت لينوازت زبدة ديال العبار عندي الزيت هنا يا لبنات هادهو هادهو اللوز كونكاسي زيت له شوية ديال ملوين اخضر باش يجيني بحل بستاش وهذا اللوز يعني مكاردوش بودر كيبقانا هكذا باين عندي بدي السمان والورقة اللي دهنتها بال بالزيت والزبدة وهذا الدجاج اللوز هنا يا را ما كنقطعوش انا ما كنفرتوش مزيان يعني كنخلي هكذا طريفة تباينين باش كيجينا كيجينا البستال ازوينا وما كيجيناش مروونا هاده كل لوزة البنات غادي نزيد علي جوج مع القضية القرفة وهذا البنات اللي كنبريكم هنا يفهد الكسرونة راهلي دام اللي بقالي من هاديك البصلة والبيض يعني كندير هادك المينكات طيب صافي كنديرو في واحد الكسكاس وكنخليه كيكتار مزيان على خاطره وهذاك اللي دام اللي بنات را ما كرميوش هو كنخلطه به اللوس كيما كتشوفوك ان هالزغز زيت اللي كتكون الفوق وما كنديرش الماء ذاك الماء اللي كيبقالي كنحيدو هادي نزيد هنا لبنات السكر غلاسي مهمتو ماء والحلوة اللي كتبغيو وغادي نزيد هنا يا الزبدة اللي طيبنا قولنا دي اللعبار اللي طيبنا ها تولتنا نوازت كيما كتشوفو اللوز كيبقا ونخلطوه بالزبدة وديك المرياقة حتى كيبقى معلك بحل هكدا ولا بقاونا هكدا فيه شي لوزات هكدا بعينين غاي كنخليهم معلي شرا كيجيو زوينين هنا البلات هادو هو السيقار درتو باللوز درناهم باللوز يعني السيقار دي اللوز درناهم هكدا صبعات صغي ورين كيقول لكم تعاوننا أنا وأختي درناهم صبعات صغي ورين وغادي نقليوهم إن شاء الله في الزيت وغادي نعسلوهم في العسل هاد العسل لبنات را اللي حضرت معاكم العملي داز دي الرمضان راها بقيالي شوفو كي كتبقى كتبقى زوينة داب إن شاء الله نحط لكم لفيديو ديالها را كتبقى زوينة وكتبقى شدة سافي هنا يا مبعد دز دقليت هنا يا هاد السيقار هادو ما كان حمروهم شا البنات بزاف بزاف كنخليهم هكدا شوية شدين فراسهم من بعد ما كان درهم في العسل را كزيدو كي يعطونا اللون وكان ما كان درهم في البطار هكا نقص عليهم البنات النار بش يطابونا مزيان ويجيونا مقرمشين سافي هنا غادي ندرهم في العسل وغادي نكمل كامل كمية اللي عندي ديال لسيقار وصافي هنا يا ربنات موجة كل شي يعني وجة حدايا كل شي ربا ديال السمان دا كل لوتكم كاس اللي قد قم درتلو المدق ديال البستاش عندي هنا يا العسل اللي غادي نخدم بيها عندي البيض والجاج واللوز هنا لبنات الورقارة دهنتها كاملة انا كان دهنتها كاملة في الاول بخالة ديال كي ما كلكم ديك الزبدة نوازت والزيت كنخلطهم بجوج وكان دهنها كاملة وكان حطها تم حدايا وكان قنختم بيها كي جيني اه سهلة بزاف صافي كي ما شفتو اه هنا يا راه اه كنفرش وحدة على وحدة على وحدة المهم الطريقة لبنات واضحة اه المهمة غادي نخليها اه كي اللي بنات المبتدئات اللي اه اه كي بغيوا هادا اه الطبيعة ديال بستيلة انا خليتها لكم البنات ما زر ما زر لكم شلا فيديو اه صافي هنا كي ما قلنا الورقة ره هم دهونا مزيان ودجاجة لبنات ما توقش تفردوه بزاف حتي ولي انه بحل بحل حريرة في في البستيلة خليو هكدا اه طريفة تباينين كتجي البستيلة زوينة وكتجي نقية صافي هنا البنات غادي نوصلوا مزيان هادجاج يعني كامل اطراف الواسطة والطروفة اه كنوصلوا مزيان اه يعني بشكل يكون مقد وغادي نزيد هاداك البيض والبصلة كما شفتوا يعني راه البصلة وخضر نجوش كيلو راكت رجع غي شوية في الخرمين كتعلق حتى هي غادي نفس شيء غادي نستفهم زيان على ذاك التجاج اللي تكون اه طبقة ديالها تكون متساوية وفي الاخير غادي نزيد هاداك اللوز اللي اه اللي علكناه بالزبدة اه تهوان وازيت والقرفة وذاك البقايا ديال المارك اللي بقانا ديال هادا ديال التعليقة سافي البنات هنا ايا كما قلت لكم انا الورقة عندي انا مدهونا مزيان اه دبها البنات الورقة اللي كان ساليو فيها هي اللي كان وليو ان نطويبها هي اللو ولا دبها مي كان رجعو مي كان بغيوز عمان نطويو كان وليو والله انا اغلط مهمة البنات اه كيما قلت لكم يعني مي كان بدهو الورقة اه الورقة الاخرة اللي كانت بقانا هي اللي كان بدهو اه كان سدو بيها يعني مي كان نقول ليوش اللولة اللي خدمنا بيها لا كان كان بدهو انطويو من الورقة الاخرة اللي سدينا بيها هاكده يا ربي ان شاء الله يكون واضح وصفي هنا يا اه وليت لمطها في الاخر بواحد وجدي الورقات وغادي ندهنها انا البنات غيب الزبدة اه كيما قلت لكم والزيت وغادي ندير فيها تقيبات وغادي ندخلها الطيب على نار تكون مهيلة بزاف يعني غادي نشعل عليها من تحت احتها كتك يبدو الجنب كيتحمرو عاد غادي نشعل عليها اه من الفوق سفي هنا يا غادي من طابة البنات اه كيما كاتشوفوا اللون ديالها الصراحة كي جيزوين وكاتجي مقرمشة بزاف غادي ندهنها بالعسل انا دهنتها هنا بالعسل الحر انتم ممكن انكم تدهنها اه مهم اي عسل بغيتو وهنا غادي نزوق لها الجنب ديالها باللوز افلي مهمة البنات زين كيبقي اختياري يعني زينو باش مما بغيتو انا اه زينتها بها الطريقة هادي صراحة جت اه بس طيلة زوينة بزاف وجه الشكل ديالها راقي بزاف اه صفي المهم هنا يا غادي نبتك اللي الصق اه ذاك اللوز على الجناب اللي ذهننا بهم اه اه فيهم العسل وغادي ندير العسل للبنات حتى في الوسط غادي ندير عليها العسل هنا البنات ها دراغي الورقة ديال بس طيلة درت اه تلاتة يعني وحدة على وحدة على وحدة وقطعتهم هكذا با بقطاعات اه دوائر شي صغير شي كبير وصفي كان ديرهم في الفراني طيبو ميكة التحمل كان نخرجها وكان نخليها تات برد وكان دير عليها اه سكر غلاسي وصفي كان نزوق بها البس طيلة يعني شكل جديد وصفي هاده هما البريوات درتهم مهم بعد ما تعسلوا اه عفون لسيجار من بعد ما تعسلوا درت عليهم هكذا الورد وغادي اه مهم غادي نحطوهم بهالطريقة هادي يعني طريقة راها واضحة وشكل جديد ديال بس طيلة ويمكن بقى ما تشيب هالطريقة حتى كنكمل كامل هادوك اللي سيجار اللي عندي وفي الوسط كندير البيت ديال سمان وكيما قلت لكم البنات يعني تزين اختياري ممكن انكم تديروا بريوات في الجناب ممكن انكم تديروا محنشات ممكن انكم اه تكتوفي فقط باللوز افيلة المهم اه كل واحدة وكي كاتب غزين واللي كيكون موجود عندك في الدار سافي هنا يا غادي اه ندير هاد اللوز كونكاسي اللي قلت لكم اه خلطو اه بالملون اخضر وخلطو بالمادق ديال البيستاش حيث اه كنت بغي هاد اللون نخرجي هكا في البيستاش ولكن من طحناه ما اعطانيش هاد اللون اعطاني اللون اه ركو عارفين مهم بيستاش مي كان تطحنوه اللون كي كي يجي ما ما اعطانيش هاد الخضر هادا وصافي ودرت هاد الطريقة هادية هي كجيزوينة صافي والحفيرات الاخرين ارا عمرتهم هكذا بالورد كيما كتشوفو هنا كنت معا انا اختي مهم هنا يا را عمرتهم بالورد ورشيت عليهم هكذا اه شوية ديت كل العيبات ديال القاتو كانوا عندي وصافي لبنات هادية البسطلة ديالي انتمنى انها تكون عجباتكم وانتمنى هاد طريقة اه ديال تزين اه تكون عجباتكم تهية خليوها لبنات في الكمونتر وصافي البنات اه وصلنا لنهاية ديال الفيديو وكنشكر بزاف البنات اللي وصلوا معايا التنهاية ديال الفيديو وكنقول لكم البنات فعلوا جرس استنبيهات باش يوصلكم باش يوصلكم دائما الجديد بارتجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم والبنات اللي مزار ما تابونوا عندي فلاشيني تابونوا وكنقول لكم البنات بصحة والراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة